السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتيجة السنوال عامة امتى كله بدأ يسأل طلق الدكتور طارق شوقي وقال لك من 15 اليوم 18 اغسطس ليه يا دكتور طارق قال لك والله كل ما يتم الكتابته من مؤشرات نتيجة السنوال عامة غير صحيحة وغير رسمية لان لغاية الوقتي لم يتم تصريح ولا اي حاجة وبنشتغل في التصريح للغنهار وكل ما يتم نشره هي اكتهادات بحث عن القراءة ومشاهدات لكن الدكتور طارق لما طلع على صفحته قال لك كل ما يتم الكتابته من نتائج السنوال عامة غير صحيحة وغير رسمية ده كان اول حاجة لتصريح الدكتور طارق شوق نيجي بقى لتصريح السنوال عامة تراجع الفيزياء وتراجع العربي للعلمي واقترب نسب النجاح بالنسبة للأدبي من العام الماضي وانخفاض القبول بكليات القمة وده بشرة حلوة لكليات أدبي ده بالنسبة للجزئية اللي حبيت أنوه عنها دلوقتي وده الكلام ده على صفحة الدكتور طارق شوقي الصفحة الرسمية بتاعته زي ما يظهر قدامكم كده يبقى كل ما يتم تداوله ملوش اي لازمة النهاردة كام النهاردة سبعة خلاص قدامنا لغاية يوم خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمامتاشر الفترة دي كلها ولانا سمعتم اليوم السابع اقتربا كاشكول اشترا النتيجة وهيتبقى عن طريق اللينكات في الاول والاخر اللي نزلكوا اللينكات هتبقى تحت الفيديو اللي هو اللينك الوزارة اللي ينزع عليه ان شاء الله النتيجة قول يا رب ان شاء الله خير ربنا كاتبه لك هتاخده اللهم اقدر لي الخير وارضني به يا الله صيف كده وتمتع اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك شكرا شكرا